شارك وزير الخارجية سامح شكري عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا وشارك في الاجتماعات أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأتي الاجتماعات في إطار الجهود العربية الرامية إلى المساهمة في التعامل مع الأزمة الأوكرانية وحل حالتها واحتواء تداعيتها حذر رئيس الروسي بلادمير بوتين الغرب من أن روسيا ستضرب أهدافا جديدة إذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وفي مقابلة تلفزيونية أضف بوتين أن إمداد الغرب أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع العسكري في أوكرانيا بالنسبة للصواريخ التي يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بها فإذا توفرت للأوكرانيين فسوف نستخلص الاستنتاجات المناسبة ونستخدم وسائلنا التدميرية المناسبة والتي نمتلك الكثير منها بالفعل لضرب أهداف ربما لم نضربها بعد وأؤكد أن الأسلحة الإضافية التي قدمها الغرب لأوكرانيا لن تؤدي إلا إلى إطالة الصراع العسكري قال الجيش الأوكراني أن روسيا قد قصفت العاصمة كييف بصواريخ كروز انطلاقا من بحر قزوين وأوضح الجيش الأوكراني أن القصف استهدف منشعة لإصلاح عربات القطارات في المدينة في أول هجوم من نوعه منذ أسابيع وأشار رئيس بلدية كييف في تالي كليتشيكو أن شخصا واحدا على الأقل تم نقله إلى المستشفى فيما لم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 90% من وحدات القوات الأوكرانية في معارك سيفيرو دونياتسكا بجمهورية لوهانس في بيان لها أوضحت الوزارة أن كييف قد أمرت قواتها بتفجير حاويات بها أكثر من 100 طن من الملح الصخري وحمض النايتريك وذلك في مصنع أزاط خلال عملية الانسحاب من سيفيرو دونياتسك لإعاقة تقدم القوات الروسية واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية باستخدام المنازل والمدارس ورياض الأطفال ومرافق البنية التحتية المدنية الأخرى لأغراض عسكرية أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية قد شنت هجوما مضادا في بلدة سيفيرو دونياتسك التي تشهد هجوما عنيفا من القوات الروسية في شرق أوكرانيا وأضفت الوزارة أن هذه الكتوة ستضعف على الأرجح الزخم الذي اكتسبته القوات الروسية في السابق من خلال تركيز الوحدات القتالية والقوة النارية مضيفة أن القوات الروسية أصبحت تسعى للحد من الخسائر التي تكبدتها دعا المستشار النمسوي كارل نيهامر إلى سرعة ضم أوكرانيا وملدوفا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي قال نيهامر أنه يمكن الضم البلدين مبدئيا إلى اتفاقية التجارة الحرة والمنطقة الاقتصادية الأوروبيتين وأضاف أن الجميع يرغب بأوكرانيا قوية ومستقلة وناجحة اقتصاديا مشددا على ضرورة أن لا يكون الانضمام السريع الكامل لأوكرانيا إلى الاتحاد قضية صعبة على أي حال ولافتا إلى ضرورة تطبيق نفس المعايير على البلدان المتقدمة الأخرى لعضوية الاتحاد الأوروبي من دول غرب البلقان دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس قادة الدول إلى سعي للتوصل إلى حل ديبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفي كلمة ألقاها أمام المحتشدين في ساحة القديس بصرس أشار بابا الفاتيكان إلى تواصل الدمار والموت في أوكرانيا مؤكدا أن انتشار المواقف المتضاربة يتسبب في تأجيج تصعيد يزداد خطورة على الجميع مجددا مناشدته القادة الوطنيين عدم تدمير الإنسانية على حد تعبيره ومطالبا كافة الأطراف بإجراء مفاوضات حقيقية وملموسة من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل مستدام